بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من المحاضرة الأولى في الشابتر السادس سنتعرض في هذا الفيديو إلى شرح قانون البندنج استرس والقوانين المرتبطة بحساب المومنت أوف إنيرسيا نبدأ بما انتهينا فيه في الفيديو السابق وهو قانون البندنج استرس سيجما بي تساوي بلاس ورماينس أم ضرب الواي على آي قلنا أنه الأم هي البندنج استرس البندنج مومنت عفواً الواي هي المسافة التي تفصلنا على المحور الآي هو المومنت أوف إنيرسيا والسيجما بي هو البندنج استرس بالباسكال أو مكرراتهم سنتعرض هنا إلى طريقة حساب الآي المومنت أوف إنيرسيا فللتذكير أنه هذا المومنت أوف إنيرسيا مرتبط ارتباط كله بشكل المقطع فلو كان شكل المقطع رectangular section الآي يساوي بي أتش كيوب على 12 البي هي حسب المقاس الموازي أو البعد الموازي للنيترال أكسس والأتش هو العمودي عليه الأريا تكون بي أتش بالنسبة للسيركولر سيكشنز يكون الآي يساوي باي أار أس أربعة على أربعة الأار هي نصف القطر يساوي أيضا باي د أس أربعة على أربعة وستين الرم هي متوسط للريديوس والأريا هي 2πRM ضرب T بالنسبة للهالف فنتيبولار section for T less than R على 10 I تساوي 0.095 ضرب البي ضرب RM كيوب ضرب T أما الأريا تساوي باي RM ضرب T بالنسبة للتريانجلر سيكشنز الآي تساوي بي أتش كيوب على 36 بي هي القاعدة والأتش هي الارتفاع أما الأريا فهي هاف بي ضرب الأتش ترجمة نانسي قنقر